أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قلّى الشيء اللي هو ذكره يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاوة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحل الله البيعة وأحرم الربا لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذا هو المجلس الأول من سورة فاطر وتسمى سورة الملائكة لذكر الملائكة فيها ومناسبة وضعها بعد سبأ تآخيهما في الافتتاح فسورة سبأ وصورة فاطر من السور الخمس التي افتتحت بالحمد وصورة فاطر سورة الملائكة هي خاتمة السور الخمس التي افتتحت بحمد الله مع تناسبهما في المقدار وقال بعض أهل العلم افتتاح سورة فاطر بالحمد هنا مناسب لختام ما قبلها من قول تعالى وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياءهم من قبل كما قال تعالى فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين فهو نظير اتصال أول الأنعام بفصل القضاء والمختتم به المائدة لما ختم الله تعالى المائدة بذكر حال أهل النار وذكر أهل الجنة ومن رضي عنهم قال الحمد لله وهنا كذلك لما قال كما فعل بأشياءهم من قبل أنهم كانوا بشك مريب قال بعد ذلك الحمد لله فاطر السماوات والأرض هذا على قول من يذهبون إلى علم المناسبات الحمد لله سبق الكلام على الحمد وقوله تعالى فاطر السماوات والأرض قوله فاطر السماوات والأرض أي مبتدئهما وخالقهما على غير مثال سابق قال ابن عباس رضي الله عنهما كنت لا أدري ما فاطر السماوات والأرض حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر فقال أحدهما لصاحبه أنا فطرتها أنا ابتدأتها فاطر السماوات والأرض يعني بديع السماوات والأرض قال الضحاك كل شيء في القرآن فاطر السماوات والأرض فهو خالق السماوات والأرض وهذا يضاف لما يسمى بالكليات في القرآن كما قال ابن عباس كل سلطان في القرآن فهو حجة وقيل كل رجز فهو عذاب وهكذا ولها فن مستقل يُعتنى به فاطر السماوات والأرض جاء للملائكة رسلاً أي بينه وبين أنبيائه والملائكة كما جاء في الصحيح خُلِقوا من نور كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وخُلِقت الملائكة من نور فالملائكة عليه الصلاة والسلام خُلِقوا من نور والملائكة عليه الصلاة والسلام لهم أعمال عديدة جليلة منهم حملة العرش ومنهم الكرام الكاتبون كما قال تعالى وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يعلمون ما تفعلون ومنهم الموكلون منهم إسرافيل وهو موكل بالنفخ في الصور وجبريل موكل بالوحي ومنهم ميكائيل موكل بالقطر ومنهم الذين يحضرون مجالس الذكر وحلق العلم ومنهم كذلك الذين يدخلون البيت المعمور وهكذا جاء للملائكة رسلاً بينه وبين أنبيائه أولي أجنحة يطيرون بها ليبلغوا ما أمروا به سريعاً وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل وله ستمائة جناح بين كل جناحين كما بين المشرق والمغرب ليلة الإسراء جاء للملائكة رسلاً أولي أجنحة مثنى منهم من له جناحان وثلاث منهم من له ثلاثة ورباع منهم من له أربعة ومنهم من له أكثر من ذلك كما هو الحال بالنسبة لجبريل عليه الصلاة والسلام يزيد في الخلق ما يشاء يزيد في الخلق ما يشاء قال الزهري وابن جريج يعني حسن الصوت يزيد في الخلق ما يشاء يعني حسن الصوت إن الله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى ثم قال سبحانه ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسله من بعده وهو العزيز الحكيم وهذه الآية تدل على أن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن وأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع وأنه لا يمكن لأحد أن ينفع أحداً إلا بأمر الله وإذنه ما يفتح الله للناس من رحمة أي رحمة كانت فإذا فتحت هذه الرحمة فلا يستطيع أحد من الناس كائناً من كان أن يمسكها عن هذا الذي فتحت له هذه الرحمة وإذا أمسك الله تعالى الرحمة عن أحد فلا يستطيع أحد من البشر أن يفتح هذه الرحمة لهذا الذي أمسكها الله عنه إن الله سبحانه وتعالى إن الله سبحانه وتعالى هو الذي له العزة وله الحكمة البالغة في هذا فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن قال تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله وقال الإمام مالك كان أبو هريرة إذا مطروا يقول مطرنا بنوء الفتح مطرنا بنوء الفتح ثم يقرأ هذه الآية ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده هو العزيز الحكيم يعني قصته أن مطرنا بفضل الله ورحمته لا بنوء كذا وكذا كما كان يقول أهل الجاهلية يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون هنا في سورة فاطر يعني الآن السورة عجيبة في بيان دلائل قدرة الله سبحانه وتعالى بطرق وأساليب متعددة كلها تقرير لتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية بيان لعظيم قدرة الله سبحانه وتعالى وأنه يجب أن يفرد وحده بالعبادة دون سواه وهنا في هذه الآية الله جل وعلا ينبه عباده ويرشده من الاستدلال على توحيده في إفراد العبادة له كما أنه مستقل جل وعلا بالخلق والرزق فهو الذي يحيي ويميت ويرزق ويصح ويعطي ويمنع فيجب أن يفرد وحده بالعبادة لا شريك له أذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون فكيف تصرفون بعد هذا البيان الواضح وأنتم بعد هذا تعبدون الأنداد والأوثان وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وهذا أيضا نوع من التسرية لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام لأن السورة مكية وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعاني في الفترة المكية من تكذيب المشركين وسخريتهم واستهزائهم وردهم لدعوته وإن يكذبوك يا محمد فقد كذبت رسل من قبلك سلف لك رسل سلف من قبلك رسل فلك بهم أسوة وإلى الله ترجع الأمور كل الأمور ترجع إلى الله سبحانه وتعالى من أولها إلى آخرها وسيجزي عباده على هذا ثم قال تعالى يا أيها الناس إن وعد الله حق أي المعاد والبعث والجزاء كائن لا شك فيه لا محالة فلا تغرنكم الحياة الدنيا الدنيا سمي الدنيا لأنها دنيئة بالنسبة إلى ما أعد الله لأوليائه وأتباع رسله من الخير العظيم فينهاهم الله أن يتلهوا بهذه الحياة الدنيا الفانية الزائلة لا تغرنكم الحياة الدنيا لا تفتننكم هذه الحياة الدنيا فإن بعض الناس اغتر بالحياة الدنيا اغتر بالمال اغتر بالولد اغتر برياسته فركن إلى الدنيا ونسي الآخرة وهذه خصلة ذميمة وقد قال الله تبارك وتعالى وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدائرة الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون يقول ابن القيم رحمه الله ما ذكر الله الدنيا في القرآن إلا بصفة الذنب لها والتنقص لهذه الدنيا والعيب لها والمشكلة أن حب الدنيا والركون إلى الدنيا كثيرا ما يصد الإنسان عن صراط الله المستقيم ولقد صدق سفيان الثوري رحمه الله حين قال بلغني أنه يأتي على الناس زمان تمتلئ قلوبهم من حب الدنيا فلا تدخلها الخشية فلا تدخلها الخشية وذلك لأن الدنيا بزخرفها وزينتها ورياستها الشخص إذا انفتن بها يصد عن الآخرة كما قال سفيان لا تدخلها الخشية هذا مع أن عيوب الدنيا بادية وهي بعبرها ومواعظها منادية قد نادت الدنيا على نفسها لو كان في العالم من يسمع كم واثق بالعمر أثنيته وجامع بددت ما يجمع كم تبدل نعيم هذه الدنيا بالبؤس كم أصبح الواثق ممن يملكها وأمسى وهو منها قنوط يؤوس تقول بعض بنات العرب الملوك الذي نكبوا أصبحنا وما في العرب أحد إلا وهو يحسدنا ويخشانا وأمسينا وما في العرب أحد إلا وهو يرحمنا ودخلت أم جعفر البرمكي على بيت في يوم عيد أضحى تطلب جلد كبش تريد أن تجعله سقاء وهي أم الوزير اللي يملك خزائن وأمر نهي فقالت كنت في العيد الماضي يعني قبل سنة على رأسي أو عند رأسي أربعمائة جارية يقمنا عند رأسي لخدمتي وأنا أزعم أن ابني جعفرا عاق لي واليوم جئت وأطلب منكم جلد أضحية ليجعله سقاء وكانت كان أحمد بن طولون صاحب مصر ملك مصر كثير السرف في إنفاق المال حتى إن زوجته أقامت لبعض لعبها يعني زواج الدمية من الدمى تزوجت الدمية بزوجة أخرى أو بزوج الدمية أنفقوا في هذه المناسبة مئة ألف دينار قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة أنفقوا مئة دينار مئة ألف دينار على زواج لعبة من لعبها فما مضى إلا قليل حتى رأها الناس في سوق بغداد وهي تطلب من يتصدق عليها تطلب من يتصدق عليها وقصة المعتمد بن عباد بشهورة وخلع بعض خلفاء بن العباس وحبس ثم أطلق فاحتاج إلى أن وقف يوم جمعة في الجامع ويقول للناس تصدقوا علي فأنا من قد عرفتم تصدقوا علي ومر بعض الصالحين بدار فيها فرح وقائلة تقول في غنائها ألا يا دار لا يدخلك حزن ولا يزري بصاحبك الزمان ثم مر بها بعد أيام وإذا الباب قد أغلق وفي الدار بكاء فسأل عنهم فقيل مات صاحب الدار فطرق الباب وقال أني سمعت قبل أيام من هذه الدار امرأة تقول كذا وكذا فبكت المرأة وقالت يا عبد الله إن الله يغير ولا يتغير والموت غاية كل مخلوق فانصرف عنهم باكيا والتاريخ يعيد نفسه والعبر كثيرة وقليل من يعتبر والله مستعان فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور وهو الشيطان يقول للمؤمنين كما قال الله سبحانه وتعالى وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي وقال تعالى عن المؤمنين يوم يقول وقال تعالى عن المؤمنين يقول المؤمنون للمنافقين يوم القيامة حين يضرب بينهم بسور له باب باطن وفيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور ثم بيّر الله عداوة إبليس لابن آدم فقال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا وتأمّل قول الله فاتخذوه فهي أبلغ من قوله إن الشيطان لكم عدو لأنك إذا اتخذته عدو تماما كما تعلم أن مثلا الكافر المحارب عدو لك فتأخذ العدّة والاستعداد لأي لحظة يهجم عليك فيها فكذلك قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو لأن بعض الناس يدّعي عداوة الشيطان وهو مطيع له كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله قال يا مفتري يا كذاب تزعم أنك عدو لإبليس في العلانية وأنت تطيعه في السر ولهذا قال فاتخذوه عدو اجعلوه عدو إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير فهو يقصد أن يضلكم حتى تدخلوا معه إلى عذاب السعير يقول بعض العلماء وتحت هذا الخطاب نوع لطيف من العتاب كأنه يقول إنما عاديت إبليس من أجل أبيكم ومن أجلكم فكيف يحسن بكم أن توالوه بل اللائق بكم أن تعادوه وتخالفوه ولا تطاوعوه يعني الله سبحانه وتعالى يقول أنا عاديت إبليس ولعنته وطردته من أجل من أجل أبيكم آدم فكيف تطيعونه أفتت تخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا الذين كفروا لهم عذاب شديد لما ذكر الله تعالى أن أتباع إبليس مصيرهم إلى إلى عذاب السعير ذكر بعد ذلك أن الذين كفروا لهم عذاب شديد لأنهم أطاعوا الشيطان وعصوا الرحمن وأن الذين آمنوا بالله ورسله وعملوا الصالحات لهم مغفرة لذنوبهم ولهم أجر كبير عند الله على ما عملوه من خير ثم قال تعالى أفمن زين له سوء عمله فرأأه حسن أفمن زين له سوء عمله من الكفار والفجار يعملون أعمالا سيئة وهم في ذلك يحسبون أنهم يحسنون صنعا كما قال الله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا بعض الناس الآن يقيم على ما هو عليه من فجور وشرك وكفر ومعصية وقد يعمل أعمالا يظنها يظن أنه أحسن وفي الواقع أنه أساء انظر مثلا إلى ملاك بعض القنوات السيئة الذين يحسبون أنهم يحسنوا صنعا زين لهم سوء عملهم والعياذ بالله فرأوا حسنا يضلون الناس من خلال هذه القنوات أو من خلال هذه المواقع السيئة الخبيثة التي تنشر الفواحش والكفر والشرك والمعاصي والفساد وهم يحسبون أنهم يحسنوا صنعا ولهذا قال الله فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات لا تأسف على ذلك فإن الله جل وعلا حكيم في قدره وحكيم في كونه يضل من يشاء ويهدي من يشاء له الحجة التامة والعلم التام فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون يعني لا تأسف على ذلك فالله تعالى حكيم في قدره وفي أمره وفي نهيه ويضل من يشاء ويهدي من يشاء إن الله عليم بما يصنعون وقد جاء في صحيح بن حبان ومستدرك الحاكم وسنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق خلقه في ظلمه إن الله خلق خلقه في ظلمه ثم ألقى عليهم من نوره ثم ألقى عليهم من نوره فمن أصابه من نوره يومئذ فقد اهتدى ومن أخطأه منه ضل فلذلك أقول جف القلم على ما علم الله عز وجل ثم قال تبارك وتعالى والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور الريح والرياح تأتي في القرآن مفردة ومجموعة ولهذا الرياح ثمان أربع منها عذاب وأربع منها رحمة الرياح ثمان أربع منها عذاب وهي القاصف كما قال تعالى أو يرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم والعاصف قال تعالى والعاصفات عصفا والصرصر قال تعالى فأرسلنا فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات والعقيم قال تعالى وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم هذه الأربع عذاب وأربع منها رحمة وهي الناشرات والمبشرات والمرسلات والذاريات قال تعالى والناشرات نشرا وقال والمبشرات وأرسلنا الرياح مبشرات وقال والمرسلات عرفة وقال والذاريات ذروة فالرياح ثمان أربع منها عذاب وأربع منها رحمة فالعذاب في القاصف والعاصف والصرصر والعقيم والرحمة في الناشرات والمبشرات والمرسلات والذاريات هنا الله سبحانه وتعالى قال والله الذي أرسل الرياح أرسل الرياح كثيراً ما يستدل تعالى على البعث والحساب بإحياء الأرض بعد موتها كما في أول سورة الحج ينبه تعالى عبادها أن يعتبر بهذا لأن الأرض تكون ميتة هامدة جامدة خاشعة لا نبات فيها سبحان الله إذا أنزل الله عليها زينتها إذا أنزل الله عليها المطر قبل ما تنبت ترى الأرض مشرقة والأيام هذه القريبة أيامنا هذه التي أنزل الله تعالى علينا غيثاً من السماء تتضح لك إذا نظرت في الأرض سبحان الله تجد ذهبة الغبرة وتطهرت الأرض تنظفت استعداداً لما يشاءه الله سبحانه وتعالى من إنبات النبات ولهذا إذا أرسل الله إلى الأرض السحاب تحمل الماء وأنزله اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج كذلك الأجساد إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يبعثها وأن ينشرها أنزل من تحت العرش مطراً يعم الأرض جميعاً فتنبت الأجساد بأمر الله وهي في قبورها كما ينبت الحب في الأرض ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح قال كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب منه خلق ومنه يركب قال له في أسفل الظهر خرز هذا اللي في أسفل الظهر كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب منه خلق ومنه يركب ومنه يركب ولهذا قال تعالى كذلك النشور كذلك النشور وفيه علاقة بين الرياح وبين السحاب وبين المطر ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح البخاري نصرت بالصباء وأهلكت عاد بالدبور نصرت بالصباء التي هي الرياح الشرقية وأهلكت عاد بالدبور يعني بالريح الغربية كما قال الله عن عاد فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا وأيضا الرياح بأمر الله تجمع السحاب وتلقح السحاب وتسوق السحاب بأمر الله ثم ينزل المطر فهناك علاقة وطيدة بين الرياح وبين السحاب وبين نزول المطر وهذه نزول المطر دليل على 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 عظيم قدرة الله تعالى في بعث الأجساد كذلك النشور ولهذا جاء في حديث أبي رزين قال قلت يا رسول الله كيف يحي الله الموتى وما آية ذلك في خلقه قال يا أبا رزين أما مررت بوادي قومك محلا ثم مررت به يهتز خضرا قلت بلى قال فكذلك يحي الله الموتى فكذلك يحي الله الموتى ثم قال تبارك وتعالى من كان يريد العزة فلله العزة جميعا أي من كان يحب أن يكون عزيزا في الدنيا والآخرة فليلزم طاعة الله تبارك وتعالى فإنه يحصل له مقصوده لأن الله بيده الدنيا والآخرة ولأنه سبحانه وتعالى يعز من يشاء ويذل من يشاء وتأمل في أحوال الكفار والمنافقين في كل زمان ومكان أنهم يلجأون تأمل في أحوال المنافقين في كل زمان ومكان أنهم يلجأون دائما وأبدا إلى الكفار يريدون أن يعتزوا بهم قال الله تعالى الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا فإذا تأملت في هذا القرآن العظيم تجد سبحان الله أن الله سبحانه وتعالى يصف نفسه بأنه العزيز ويصف نفسه بأنه عزيز ذو عزة فلله العزة جميعا والعزة صفة تليق بجلال الله وعظمة كما قال تعالى فاعلموا أن الله عزيز حكيم وقال لا إله إلا هو العزيز الحكيم وقال جل وعز وكان الله عزيزاً حكيماً وقال إن الله لقوي عزيز في آيات كثيرة لأنه سبحانه هو الذي يعز ويعلي وينصر من يشاء قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير وكما أن هذه صفة العزة لله جل شأنه فالمؤمن أيضاً له نصيب من هذه العزة من الذي وهبه هذه العزة؟ الله العزيز سبحانه وتعالى هذه الآية الكريمة تُحدِّد مسار الأفراد والمجتمعات في هذه الحياة الدنيا وبعد الممات أين تكون العزة؟ وممن تُطلب العزة؟ قال الله تعالى في هذا الخطاب الموجَّه إلى كفار قريش الذين كانوا يطلبون العزة بعبادة غير الله عز وجل استبقاءً لمكانتهم بين قبائل العرب ومصحاب المكانة العالية الرفيعة الدينية في مكة فهم يريدون يظنون يعتقدون أن بقاءهم على الأصنام وعبادة الأصنام والأوثان يُبقي لهم العزة بين العرب كما أنه أيضاً تذكير للمؤمنين المستضعفين بمكة لأن سورة فاطر سورة مكية وهم يواجهون من الكفار صنوف الأذى أن الله تعالى يقول لهم من كان يريد العزة فلله العزة جميعاً هو الذي يهبها من يشاء هو الذي يعطيها من يشاء ويسلب هذه العزة من يشاء قال تعالى ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعاً هو السميع العليم والعزة هي المنعة والغلبة قالت العرب من عز بز فالعزة هي المنعة والغلبة قال الله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون فمن كان يريد العزة بعبادة الأوثان أو بالتوجه لغير الله أو بطاعة الطواغيت وعبادتهم من دون الله فإن العزة لله جميعاً وقيل من كان يريد علم العزة لمن هي فإن العزة لله جميعاً ذكره ابن جريب إليه يصعد الكلم الطيب من التلاوة والذكر والدعاء يصعد إلى الله سبحانه وتعالى الصلاة تصعد ولها نور إذا كان صاحبها أداها كاملة أداها في وقتها محافظاً على شروطها وأركانها وواجباتها فلله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه قال ابن عباس الكلم الطيب ذكر الله يصعد به إلى الله عز وجل والعمل الصالح أداء فرائض الله ومن ذكر الله ولم يؤدي فرائضه رد كلامه على عمله فكان أولى به وقال مجاهد العمل الصالح يرفع الكلم الطيب العمل الصالح يرفع الكلم الطيب فعندنا الآن عمل صالح وكلم طيب العمل الصالح أداء الفرائض وغيرها والكلم الطيب تلاوة القرآن وذكر الله وتسبيحه وتهليله ودعاؤه واستغفاره والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هذا كلم طيب وهذا عمل صالح قال إياس بن معاوية هل قاضي لو لا العمل الصالح لم يرفع الكلام وقال الحسن وقتاده لا يقبل قول إلا بعمل ولهذا أنت تصلي والصلاة أفعال وأقوال أنت تتوجه إلى ربك وتدعوه بقلبك وبلسانك والذين يمكرون السيئات قال جماعة من السلف هم المراؤون بأعمالهم يمكرون بالناس يوهمون أنهم في طاعة الله وهم بغضاء إلى الله عز وجل يراؤون بأعمالهم وهذه الصفة أكثر ما تكون في المنافقين كما قال الله يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا فالآية عامة في المشركين والمنافقين وغيرهم وأول من يدخل في هذه الآية هم المشركون ولهذا قال الله هم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور أي يفسد ويبطل ويظهر زيفهم عن قريب لأولي البصائر والنهى لأنه ما أسر عبد سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه ما أسر أحد سريرة إلا كساه الله رداءها إن خيرا فخير وإن شرا فشر فالمرائي لا يروج أمره ويستمر إلا على إنسان أحمق أبي ما يفرق أما المؤمنون المتفرسون فلا يروج ذلك عليهم بل يكشف لهم عن قريب والله جل وعلا لا تخفى عليه من أعمال من أعمال العباد خافية فهو يعلم سرهم ونجواهم فهؤلاء الذين يراؤون الناس بأعمالهم ولا يخلصون لله تعالى القول والعمل لا شك أن عملهم حابط وفاسد ولهذا جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه وفي رواية فهو للذي أشرك وأنا منه بريء وهنا قال الله ومكر أولئك هو يبور ويجوز أيضاً أن يكون كل من مكر ودبر المكائد لرسل الله وللمؤمنين من عباد الله أن مكره وتدبيره وتخطيطه يكون وبالاً عليه وشراً عليه كما قال الله سبحانه وتعالى في قصة صالح عليه الصلاة والسلام وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون قال الله ومكروا مكراً ومكرنا مكراً وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أننا دمرناهم وقومهم أجمعين فكل من مكر فمكره سيكون وبالاً عليه وكل من خطط ودبر لإيذاء عباد الله والنيل منهم فإن الله سبحانه وتعالى يبطل كيده ويجعل أمره في سفال ويجعل عاقبة أمره خسراً وهذا من حفظ الله تعالى لأوليائه وعباده المؤمنين نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين نسأله سبحانه أن يصلح قلوبنا وأعمالنا وأن يهدينا جميعاً صراطه المستقيم وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجل أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبداً صادقاً مؤمناً أن تتوجه لغير ربك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر